يعني نقاط معينة واعد فيها الناس شون قدرتوا تلمون أولويات كل النواب والعدد كبير وتحطونها في أولويات تشريعية لأقدرتوا تحصلون على توافق نيابي عليها بداية أنا أمسي عليك وبد الرحمة بالخير وعلى سادة المشاهدين يعني بس عشان نبين آلية التنسيقية وآلية العمل بين مجال السابق ومنجلس الحالي في السابق كان يتحكم في المشهد في الكامل الرئيس منجلس الأمة وكانت لجلة الأويات يعني حتى كان في مخترح لبعض الأعضاء بإلغاء لجلة الأويات وكان هذا أمر منطقي للأمر مستحدث لكن يجب أن تكون مقارنة بطريقة هذه يعني في السابق كان هذا النظام الآن لجلة الأويات عملت بأرية حية كبيرة بحكم الأخوان في لجلة التنسيقية وخي ابو عبد العزيز يعني هو الدنم ولجلة التنسيقية يضافها لكل زملاء الأعضاء فيت الخارطة الشجعية كعناوين لهذه القوارين قد يشمل العنوان في جلسة معينة مثلا إذا قلنا الرعاية الصحية قد يشمل أكثر من قانون وقد يكون مخترح حكومي فهذه كلها تضع الخارطة في جدول أعمال المجلس بأن هذه المواعدة وهذه الجلسات هي معنية في هذه القضايا بعدها تأتي ترتيبات اللجان لجلة اللولويات هي جزء مكمل لعمل اللجلة التنسيقية تذهب إليها القوانين واجتهادات الأخوان في اللجان ويحدث بعد التوافق النيابي الحكومي داخل اللجان لذلك بعض التصريحات الإعلامية وأنا قلت لحق الأخ رئيس مجلس الوزراء بأن يجب أن تعرض الخارطة التشريعية على الأخ رئيس الوزراء فهذا كلام غير سليم الخارطة التشريعية هي عنوين مستحقة ومطالبات أهل الكويت لن تتغير الفكرة بأن كل التوافقات النيابية حصرت داخل اللجان وبعد ما يحدث النقاش الكبير والجدل والتقارب بس لماذا كلام غير سليم ببراكة؟ لأنها موجودة يجب أن يطلع عليها أهوة؟ أبدا أبدا أنا أتكلم أن كلنا مؤمنين بأن يجب أن يكون في مكان لرعاية الصحية مؤمنين بأن التعليم يجب أن يكون لنا مكان قانون مناقصات، قانون غرفة تجارة تهديل شب قانون غرفة تجارة قدم قدم أربع قوانين تنظيم غرفة وقانونين يعني لاحقين بالصناعة مثلا والتعليمات الاجتماعية يناقش داخل اللجنة وحدث التوافق النيابي الحكومة بعد ذلك يذهب إلى الجلسة وأيضا تطابع تهديلات في الجلسة لذلك هذه العناوين هي العناوين مطالباتها لكويت كلهم عندك تقارب يحدث في اللجنة لذلك والقانون يعني تم إقرارة في مجلس الأمة مثل ما قدم من مختلحين النواب فكان هذه فكرة التعاون داخل اللجنة لذلك كانت حتى مطالبات الأخوان الأعضاء بأنه ما ندخل أي قوانين أو استعجالها أو غيرها إلا بـ 33 نائب أو توافق نيابي حكومة من خلال اللجنة فكان هذا أمر تنسيقي خارج الإطار المتعارف عليه سابقا وهذا الأمر الذي عجل وثيرة الإنجاز وقلل حدة النقاش والاختلاف داخل القاعة لأن العمل الثقري كان عمل اللجان وهذا ما رح يحدث ولا يمكن إلا بتعاون لجة للويات ولجة تنسيقية والأخوان أعضاء مكتب مجلس واجتهادات اللجان بتوافقهم مع الحكومة فكل هذه المنظومة متكاملة بمجلس متكامل مثل ما ربيع النائب اللي تبنوا هذه الأفكار هي كانت تجدتها غير التشريعات بطريقة اللي شفناها جميل من القوانين اللي حضيت بتأييد نيابي يمكن كان قانون الغرفة وفي قوانين أخرى وايد أنت أدرى بالأوليات أدرى أكثر مني هل تعتقد أن هذا القانون كان يمثل أولوية يعني يمكن تقدم على بعض القوانين الأخرى اللي مثلا موضوع التعليم عندكم خارطة تشريعية كبيرة ومع ذلك حصلت على التأييد ومشى هذا القانون هل كان أولوية هذا القانون تحديدا لا شف هو قانون الغرفة وكل قوانين التنظيمية لمنظومة الاقتصاد في الدولة أو مراكز النفوذ التجاري وإرقصادي في الدولة هي قانون غرفة أحد هذه القوانين موجود ترى في خارطة تشريعية تأتي القانون المناقصات مثلا أولوية على التعليم لا طبعا لأن التعليم والصحة وكل أمور الخدمية هي تمس المواطن بشكل مباشر لكن إذا أتكلم عن التعليم وعن الصحة والإسكان وتطويرهم وين بروح عبد الرحمن بروح إلى نظام الشراكة مع القطاع الخاص الحقيقي نتعامل مع الكيانات وأنا قلت حق أيضا يا سوزر في الاجتماع التنسيقي قلت له نحن داعمين لكل الكيانات الاقتصادية لكن لن نقبل أن يكون التعامل على الأسماء يعني كيان اقتصادي أي يكون أو اسم الشركة داخليا أو خارجيا وقلناها أكثر مرة والأخوان ردوها أكثر مرة في القاعة الأربع الموجودين أخواني والزمولائي الكل يتبنى بأن السوق لازم يفتح الفرص والعدالة والمساواة بين الفرص الثمارية كمشاريع صغيرة ومتوسطة وإضاء مشاريع كبيرة استقطاب رؤوس أموال أجنبية فتح لكن هذا الأمر موجود فترة العشر سنوات كانت فترة ظالمة من الاقتصاد فما كانت هو اقتصاد وطني كان اقتصاد ريعي كان سلوك مناقصات تروح وأموال الميزانية تستنزف بقوانين كثيرة وبعدها يصير عجز ميزانية فنيليون في أي قانون أو رغبة في زيادة رواتب وضع المعيش يقول لا كل فعل ميزانية كل فعل ميزانية بسوء إدارتكم الميزانية في فترات السابقة فالتوجه لقانون الغرفة مثلا غير مقبول أصلا أن نكعة ستين وخمسين سنة ما في قانون ولا في أصل قانوني لهذا الكيان والأسوأ من هذا تشريعيا طبعا ما احتفظ بكرامات الناس أن الغرفة لموثلين في أجهزة حكومية وفق القوانين مثل الصناعة والتأمينات وغيرها يعني هم يدخلون في قوانين الدولة والدولة ما لا علاقة فيهم ياخذوا الرسوم الدولة ما تعلم هذه الرسومة تروح وين تجي كحقوق الناس رقابة انتخابية الدولة ما لا أي رقابة تتكلم عن رقابة مالية رقابة إدارية تتكلم عن المقاعد تتكلم عن تعارض المصالح يعني شون الهيئة العامة للصناعة من جدارة هم من خصص الأراضي وثلاثة ممثلين للغرفة لهم رأي وثقل في هذا الأمر وأيضا في التأمينات الاجتماعية وقالوا مثلنا صحاب الأعمال واكتشفنا في فترات الأخيرة أنهم يدخلون لجهة استثمار المطلعة على استثمار التأمينات يعني على سبيل مثال المحافظة بالدولة للتأمينات الاجتماعية في السوق الكويتي المضاربة في السوق الكويتة والقمالية يعادل نصف مليار الكويتي أكثر من هذا تتعارض المصالح أين؟ هنا نقول يجب أن ينظم الأمر وقلتها هو بداية وتوجه بعدها إلى قانون المناقصات وهي القوانين التنظيمية هذه يجب على الحكومة أيضا أن تعيد تشكيل لجلة الظلمات الخاصة في المناقصات وبعدها نبدأ نفتح السوق ونقول حق مثل القانون يتقدم فيه أو تبنى أخي سعود وأنا تشرفت بالتوقيع معاه على موضوع نحن قانون رعاية الصحية وشون ندخل أو تدخل القطاع الخاص العالمي والمحلي وينعش السوق المدن الإسكانية هذا قانون جبلة حكومات السابقة نتقره ويخافون مرد فعل الناس لا لا تبنيناه بأن شراكة مع قطاع خاص إذن المجلس في قوانينه لو تقراها كلها كخارة تشجيعية ما رح تلقى أن هذا القانون والله يراعي بعض الأمور الشعبوية أو الصرف أو يخسر ميزانية في العكس كأننا نحن نحافظ على الميزانية في هذه القوانين يتوفر على الميزانية الدولة في المقابل تفتح أرياحية حق المستقبل لأنه إذا استمرنا في ذات الصرف في هذه الميزانية تأكد أنه رح يلعج تقيل مستقبلا فإحنا كنواب عارفين الحجم الرائح الضرر مستقبلي وكل قوانين نراحها في هذا الاتجاه ويجب أن يتغيروا هذا يعني من قلو اخترنا الذرة ترى هذا نظام عالمي نظام الدول التنموية بهذه الطريقة وإحنا دولة ريعية الريعية ما أتكلم في سلوك أنه والله يعطون دعم لمواطن ولا لا الريعية حتى في سلوكهم مع التجار والله يوقف قانون بدون الإسكانية عشان شركات الدعوم لتخسر الدولة نبي مناقصات بنظام ريعي في المقابل ترى أقل من ربع الكلفة الحقيقية في المدن الإسكانية في النظام العالمي كانوا أخوان شقانا في السعودية وغيرها سووا 200 ألف أفعدة سكنية بفترة زمنية قصيرة سعي تم عدد ضربتنا إسكاني إحنا 100 ألف طرب تم عدد الأراضي المخصصة للعاية السكنية 200 ألف أرض إذن شو مشكلتنا والآن في مشكلة أكبر ترى رح تجي حتى لو نحل موضوع التمويل وموضوع الموضوع التحتية موضوع الكهرباء لأنه في احتكار أيضا الكابلات واحتكار من نقصات الكهرباء في مشكلة كبيرة جاية فأنا أعتقد فكرة أن الطاولة السياسية فيها طرف ثالث ويمثل مجموعة معينة من التجار وأنا ما أتكلم عن أن نقول تجار بشكل أو اشتركات بشكل عام أتكلم عن النفوذ المعين للبعض هذا كلام يجب أن يلغى مفهوم الدولة ويجب أن الدولة تسود وتنظم عمل الاقتصادي في الدولة وتنظم عمل مصرحة المواطنين والأهم من هذا كله يجب أن يكون كل العمل بما يخدم بزاني الدولة لزدامة مالية الدولة ببراك اليوم الحكومة الجديدة تنتظر نتائج التحقيق في اليورو فايتر والكراكال وين وصلت التحقيقات يعني خلأ أرجع على سؤالك حق أخي مجاسم في موضوع الدور الرقابي وهذا الدور لطبيعة العمل البرلماني المنطقي يعني المسؤول بأن يكون التوجه بالتوسع في خلال لجانة التحقيق قبل لا نتحرك إلى موضوع المسائلة السياسية للوزراء بعض اللجانة تم تشكيلها من خلال الحكومة بناء على طلبات وأسئلة برلمانية أو تصريحات للنواب تم تشكيل جهة تحقيق في التأمينات الاجتماعية تم تشكيل جهة تحقيق في الفطوط الجوية الكويتية تم تشكيل تحقيق في وزارة الدفاع الخاصة في صفقات الدبابات المستعبلة فكثير من لجانة التحقيق الآن عشاننا نقول في حد معين في التعامل مع الحكومة الحالية باستجابتها في ملفات التحقيق الخاصة داخل الحكومة من الحكومة السابقة باستمارها ونتائج عملها طبعاً فيه في نجانة تحقيق في الكهربة وكل الجهات فكان التوسع الرقاب من خلال اللجان كبير جداً ونتائج هذه اللجان هي من تحتم من ذلك كان التعاون الحكومة السابقة مو بس كان والله نوافق لكم على تشريعات للا كان أيضاً في الجانب الرقابي فكان أمر مفتوح جداً في الجانب الرقابي لأسس هذا التعاون لجانة التحقيق خاصة في اليوروها في ترى و الكركال طبعاً الكركال انتهينا من هذا التحقيق وهو على جدول الأعمال الآن التقرير النهائي من اللجرة أثبت خلال كبير فنياً وتعاقدياً يعني للأسف أن الفترات السابقة كان في تجاهل لمصالح المالية العامة للدولة وأيضاً للجيش الكويتي وحطنا كل شخص عن مسؤولياته والأخوة النواب رح يشوفون هذا التقرير رح نناقش داخل القاعة في موضوع اليورو فايتر وما شابه هذه القضية من تشويه إعلامي للأسف كل ما حصل في السابق هو مجرد إحالة مذكرة التفاهم ملعقت مذكرة التفاهم اللاحقة إلى النيابة العامة وتم التقاضي من خلال جزئيات في مذكرة التفاهم لأن مذكرة التفاهم لا يوجد أي موافقات وفي كلفة مادية وإضاً على أمور تدريب خاصة لكن المشكلة الكبيرة في هذا المشكلة الكبيرة بأن تم تجاهل آراء ديوان محاسبة الرافضة لهذه الصفقة وتم استثناءها من خلال مرجلس وزراء وتم تخصيص ميزانية تقدر بأربع مليار دينار كويتي لهذه الصفقة عشر مليار يورو وتم التلاعب ببعض البنود هذه كلها كلها ستناقش من جديد ذي لأن القيمة وطريقة تسريع العجلة يعني كانت تدور حول شبهات كثيرة ما أقدر أفتي فيها لأن التحقيق إلى الآن ينتهي لكن موضوع الكراكال للأسف أعطانا طيبواء أيضاً لجناة التحقيقية لتكلمنا عنها في موضوع الدبابات وغيرها يعني أعتقد أن الفترة السابقة تم سنزاف ميزاني التسليح بطريقة سيئة وبحكم عملي السابقة أنا أعلم أن الجاهزية للأسف في انخفاض ورغم كل هذا الصرف الملياري على هذه الجهة هذا أمر يسيء نجميعاً ويسيء البلد ولا تستحق لكويت أن يتم التعامل بهذه الموضوع العسكرية بأنها مصدر دخل غير مشروع لبعض أصحاب رطماء لأسف أكثر من مرة كلمة التعاون الحكومي النيابي النيابي الحكومي التوافق كررناها أكثر من رأسوة بالجزء الأول من حوارنا أو الجزء الأول لأسبوع اللي فات كررنا هالنقطة وايد واليوم عندنا حكومة يديدة أنا أعرف شنو الأشياء أو المقومات والمحددات التي تحدد العلاقة مع الحكومة اليديدة يعني هل سنرى تعاون حكومي نيابي مثل ما شفنا بالمجلس أو مع الحكومة السابقة وعلى أي أساس رح يكون شكل العلاقة أبيض الرحمن كلمة التوافق النيابي الحكومي رددها الشعب الكويتي أكثر من النواب أكثر ما ذكرنا في المقابل أصلا وكان هذا الشعار مرحلة لذلك كل المجهود اللي بذل من الأخوان النواب في مختلف مواقعهم داخل مجلس الأمة وبتنسيق مع الحكومة والجهد المبذول اللي وصلنا إلى نتائج معينة هذا جهد رئيسي بدت تبين ثمرته في نهاية فترة أو قبل استقالة الحكومة لذلك هذا أمر مقابل المساومة ولا قابل يوم واحد أو أن حكومة تتردد في موضوع قطار مشة نحن ندري نحن كنا ندايسين بسرعة يعني عالية وحكومة جديدة بادية من الصفر ما هم مطلب نرجع نحن نوقف من الصفر نبدأ يهم من جديد ونضيع وقت الناس العشر سنوات الناس اليوم ترى هي أجبرت المشهد السياسي بالكامل أن يكون ارتباط بقاء الوزراء والنمو على كراسيهم مرتبط بإنجاز ما هو مرتبط اليوم بكل ما أقولها زينة ولا أسمع فلان ولا فالأمر اليوم لما تجي حكومة جديدة يجب أن تكون واعية للمشهد السابق والمشهد القادم ذلك الاجتماع الأغلب كان موجود في الاجتماع تنسيقي بالضبط مع الأخ سمو ويسو الوزراء ولا كان في مجاملة في الاجتماع وكنا صادقين معاه قلنانا بشكل مباشر يعني عالية التنسيق مشكلتنا مع الحكومات حكومة الشيخ عمد النواب لما سحبت من الجلسة لماذا سحبت من الجلسة؟ سحبت على القوانين ما هو مقدم من النواب ما يدرون عنه بعدها قر في اللجنة ما يدرون لما دلسة صادت مطالباتهم بسحب القانون وقلت هذا الأمر سلوكيا لا يلقى مع مجلس الأمة لذلك يجب أن يكون يعني يكونوا معي أكثر بالتعامل تعرفون المشهد وين رايح تعرفون توجهات النواب شغلكم التنسيقي داخل المجلس يجب أن يكون فاعل ما عندنا مشكلة ترى في موضوع يعني ترويض القوانين وتعديلها بما يحقق الصيغة التنفيذية الجيدة للحكومة قد يعني برؤيتنا نحن كنواب بأن يجب أن يكون القانون الفلاني بهذا الاتجاه بس إمكانيات الحكومة قد لا نعلمها فقد يقولوا عندي مشكلة فانية عندي مشكلة تشجعية يعني في مرونة للتعاون معهم وحصل في كل قوانين كل قوانين يعني هالرأي تمرجز أمة بتاريخ الكويت بهذا الإجماع أو شب الجماع اللي حصل ما كان موجود هذا ما كان موجود لأن العالم بس تريد تقر وتمشي هذا كان قبل اللي جان فيها يعني شد وجذب وأوقات طويلة لذلك التعاون القادم هو الإيمان بأن الخالطة الشريعية هي رغبة الناس قد تكون رغبة النواب الأمر الثاني كل أمور رقابية من اللي جان تحقيق وملفات فتحة وأسئلة برلمانية يجب أن تستمر وتبين نتائجها والوزير اللي يتردد في تطبيق قانون أو تجاهل لجل التحقيق يعني كلام مواضح قد كان قالها أخي بطلال قال أول حكومة شكلها في مجل 22 شيخ أحمد النواب ما صندة 24 ساعة ما عندنا جزع في أن نستخدم أدواتنا الرقابية مثال أقرأنا قانون غرفة بعد فترة طويلة الآن واجب التنفيذ واجب التنفيذ بأي كيفية على وزير التجارة الآن أن يحل المرجلس وشكلها انتقالية في العمل بالقانون إذا وزير التجارة ما نفذ هذا القانون خلال الفترة القادمة راح يكون على منصة مثال لجل التحقيق في الدفاع إذا تعامل عكس ما هو مطلوب منه في كشف الحقائق وتتبع الأموال وأيضا الظهر في منتسل المؤسسة اللي شاركوا في جل التحقيق السابقة أيضا سيكون على منصة ولن يكون أي وزير بمعزل التعاون يعني لن يكون إلا في استمرار ما ينتظر الشعب الكويتي منه أي إخلال في المشهد أكيد ما راح يكون مجلس أمه ساكت أكيد مجلس أمه ما راح يكون يعني صوته واطي أما أن ننتقل تشريعيا وتنمويا ويكون داعم ورافد لكل مقاومات الدولة وكل يخضع لمؤسسات الدولة وإذا ابتديني بعقلية حكومة التجار وفلان قال لي وفلان ما قال لي وأنا ما أدري وأنا ضايع لا لا الأفضل أن ينتهي المشهد أي أن كان انتهاءه لتحقيق المصلحة القادمة نحن ما عندنا مشكلة في البدايات عندنا مشكلة في أن ينتهي مشوار طموح الناس في المخرج لأن الناس عادت في مجلس 23 في أغلب مخرجة 22 وهذه رغبة الناس باستمرار هذا الإنجاز لذلك نحن متعاونين إلى أقصى حد وسنكون محاسبين إلى أبعد درجة يتم الإخلال في كل ما يعني سعينا فيه في عظام الرسم ونعلم أن العضاء أشد يعني حرصا مني في هذا الأمر وأنا أعتقد إما أن نذهب إلى إنجاز بنفس السرعة وإما أن يعني ينتهي المشهد مبراك وقفنا عند نقطة قد تكون خلافية اللي هي نقطة تعديل على اللائحة الداخلية أيضا أكيد ملفات الإصلاح قضية أو قضايا أساسية أمامكم أنتو أمام الحكومة الجديدة هل هالنوع من الملفات الثقيلة اللي لكل ناطرها ممكن تأثر على علاقتكم مع الحكومة المقبلة أو الحكومة الحالية الجديدة لا أكيد رح تأثر بالسلب ولا بالإجاب بالأثنين ماشي ملفات الإصلاح يعني بحسب الاتفاق النيابي وحتى الأخوان في اللجنة التنسيقية لما قسموا القواني قسموا على ثلاث ملفات تنموي ومعيشي وأيضا فالتقسيمة هذه بالنهاية هي كلها من داخلها تشريعات وأمور رقابية خاصة في الإصلاح وأنا قلتها بساعة وعيدة مرة ثانية أي تباطل أو محاولة نقول لمجابهة المجلس في هذه القضايا أنا ما أتمنى يعني أنا أنا ما عندي مشكلة في البطء في الجراء الحكومي عندي مشكلة في البطء وسأل الحكومة إذا أبطأت في الإجراءات فمن بالك أن أتى وزير معاكس لهذه التوجهات لدينا تحفظات كثيرة يعني على مجموعة من الوزراء ومع هذا ما نحن في الاعتراض على التشكيل رغم أن المجلس بالكامل بمعزل عن مشاورات تشكيل لكن الآن صار وزراء وصار المجلس وزراء بشكل بالكامل ينقص بس حقيبة وحدة هذه الملفات اليوم مع تحفظنا على بعض الأسماء لأن أي إخلال في توجهات المجلس المنعكس عن رغبات الناس في إصلاح قضايا فساد على الأقل عشر سنوات اللي طافت ملفات ثقيلة ملفات بدأت تطلع حتى بعض مسترداتها من الفترة السابقة تخص وزراء تعرض مصالح في بعض الجهات أي إجراء يعني نحس أن الوزير أو الحكومة بدأت بمعاكس توجهات المجلس الإصلاحية ما رح يكون هناك مجاملة تقول لي شنو حجم الإصلاح المطلوب الإصلاح لا يمكن يكون حكر على مقاس عقل أحد الإصلاح يعني مول يقوله حمد المدلج ما أعتقد أنه نجحنا تشريعيا ورقابيا إلا ما يكون في كوكبة من أخواني النواب اللي أضافوه لأنا شخصيا كثير وعيا وإدراكا وحتى من باب المسؤولية أن لا تقدم أي شيء إلا بما يليق بهذا التوجه العام لذلك هذا العمل الكامل أنه ما نقيس ونحدد شخصاني يعني أنا دائما أقولها قبل أقول عندنا مشكلة في من ينتهج سياسيا أنا أطرب الناس بما يريدون أن يسمعون أقول هموهم في المدلس شلون صار الشوارع وأنت لا تستحقون هذا الأمر وأقولها بحاطفة ودمعتين هذا ما يحرك بلد ولا يحل مشكلة شل يحل المشكلة؟ يحل المشكلة العمل الفعلي مو لازم أطلع عنا بالصورة أن أنا بطل المجلس أسد المجلس نمر المجلس مو هذا كلام اليوم صار في وقت لحظ النفس عند النواب وصار العمل الجماعي رغم أن العمل الجماعي اللي تم إنشاء اليوم برغبة الناس هو لتاج نظام انتخابي فردي يعني النواب وصلوا إلى أقصى مرحلة من محاولة تربية رغبات الناس وإصلاح الوضع العام الوضع ما هو سهل وفترة محاربة مجابهة واعتراض خط المجلس وسيرة كأن هناك من يريد أن يوقف هذا المشهد الإصلاحي وأنا أعتقد ومؤمن بأن هذا التوجه سيستمر ولو تعاد انتخابات خمسين مرة خيار الناس أصبح واضح النظام الانتخابي الجماعي أفضل من حيث توحيد برامج العمل لكن كمخرجات أنا متأكد أن الناس واعية جدا لما يحدث واعية جدا للتلفيق الإعلامي لبعض الوسائل الغير مهنية وأنا أقولها باب الأمانة حتى كقناة الرأي أو كجليلة الرأي يعني لو ما أخذت الأسلوب المحايد في الفترة الأخيرة أمانة ما سأطلع لكن يقدر هذا الأمر ويقدر وقوف الوسائل الإعلامية بمسؤوليتها في اتجاه العمل السياسي ترى أمر يناقش داخل اللجنة التنسيقية أو داخل لجنة الأولويات ويدري أبو طلال حكمنا يعني عضو باللجنة ناقشنا هذا الأمر بأن على الحكومة أن تحط لها متحدث رسمي يرد على الإشاعات شنو كلام الحكومة يطلع أكامت ويقول والله في زيادة لما في زيادة وندري شنو الحملة العلامية وشنو نتعى المجلس بيرفع الكلفة يعني إذا بيقرب هنا زيادة مالية مثلا يقول 100 دينار يقول لكم والله زيادة 500 دينار عشان إذا قررت لم يصير راجع المجلس فهذا السلوك المبتذل لتحبيط أعمال المجلس يتخذيل النواب من عملهم لمحاولة بحث أي طريج عشان يغذي نزع الشخصية في أمر مرتبط بالانتخابات هذا الأمر تجاوزون النواب والنواب تحملوا على نفسهم كثير أمانة لتحقيق غرض عام فأنا أثق أبو هند الساير وعبد الكنديري في الجانب تشريعي أثق أبد العزيز ودثور حسن في الجانب التنسيقي النيابي أثق أبو جاسم وإخوان في نقول التحقيق في القصائم الصناعية أو أملاك الدولة وكان هذا الأمر هو اللي عطى الحافظ في العمل ما أعتقد أنه عندي نقص لأن كل أخوان النواب بيتخصصاتهم يسدون هذا النقص التكامل هو العمل التشريعي الحقيقي لذلك هذا المشهد أنا ودي أن يستمر بتعاون حكومي بقيادة يعني مشرفة على هذا العمل الكامل نهضة البلد من سمو الأمير ودنا أن ننتقل كبلد من عشر سنوات ترى كلنا مجمعين بأن عشر سنوات كانت سيئة لكن نبي نطور هذا العمل شون تطوير هذا العمل ما يكون بمقاس أقل أحد معين بل يكون هو بالتشاور ووصول إلى النقاط بمنتصف الخطط المجتمعة عشان يكون إمكانية تحقيق وإيمان من أغلب الشارع والقيادات والنواب بأن هذا الطريج الحقيقي للإصلاح ومتأكد أن الدكتور محمد صباح السالم رجل عنده البعد السياسي والاقتصادي الذي يستوعب هذا المشهد وأكيد المرجس الذي نسق بهذه الطريقة ما دي يد التعاون يمكن أن أكون قليلا بحده لكن ما دي يد التعاون ونسعه يعني نحن نروح وراء الحكومة في موضوع ترتيب الأمور بحيث يكون مخرج الجلسة بالإنجاز بنفس الآلية السابقة ما تقول حق رئيس الحكومة يعني رحمة أنا قدمت قبل تشكيل حكومي رسالة لدكتور محمد صباح السالم وكنت أعني فيها التشكيل الوزاري كنصيحة اليوم بعد تشكيل الوزاري لازم يعرفه شيء ومو لازم بصباح يعرف لكن للناس أن هذا الرجل لا عندي مكانة خاصة وأعزة جدا وأتمنى وسأسعى لنجاح ونجاح حكومته لأن النجاح الحكومة هو نجاح عمل تنفيذي نجاح للمجلس وتنبيه رغبات الناس لذلك لا يعتقد أحد أن إسقاط الحكومة وإسقاط دكتور محمد صباح السالم هو في أي تنسيق داخل المجلس أو رغبة لإسقاط هذا المشهد نحن يعيين لاستمار عمل المجلس في هذا المشهد رغم أنه هناك قناعات متفاوتة في استمار العمل من عدمه أنا أتمنى أمري مهمين وأعتقد أنه قد يكون مشكلة قادمة الأمر الأول يجب أن يكون حجم المشاورات ورؤية المشهد أعلى من سقف ناس معينة أو فئة معينة أو عوائل معينة لكويت تسع الجميع وفي طاقات وشباب مخلص من جميع الجهات يجب أن يكون على مناصب قيادية يجب أن ننفتح على جميعات النفع العام على مستوى المجتمع المدني لإسمع الآراء الحقيقية ليس آراء موجهة من فئة معينة تحاول أن تسوق فكرة معينة لرئيس الوزراء بحيث أن يغيب عن جزء من حقيقة المشهد يمتلك من الأجهزة التي ترصد الواقع في الكويت ويجب أن يكون العمل المؤسسي متابعة إعلامية ويكون قارات مجلس الوزراء مرتبط بما يثار يجب أن يكون هناك خطة واقعية منهجية عشان الناس تستشف هذا العمل أمر ثاني يجب أن يقتنع أبو صباح بأن الأعضاء مساندين لتحقيق المصلحة العامة يعني لا يعتقد أو تعتقد الحكومة بأن يسوون ترتيباتهم مجابهة المجلس بالعكس قد يكون هناك أراء من أعضاء وسبق أن استخدمناها كلجة أولويات أو لجلة تنسيقية لفك أي احتقان موجود لتحريك عجلة التشريع لذلك أنا أعتقد أن المرحلة السابقة نجحنا فعليا تشريعيا ورقابيا حتى في لجانة التحقيق المشكلة في أقرب الوزارات واجهات الحكومية في الملفات السابقة لكن تفيذين ما كان في وقت عشان تشوف أمر تنفيذي منطقي رغم أنه صدرت قرارات زينها يعني أنا أهم أضيف على أبو جاسم أخويا عبدالله تحرك في ملف قصائمة صناعية لكن ما أشار إلى أن هناك لائحة جديدة لها عملة صناعة لائحة جيدة جدا تم إقرارها وتنظم العمل ما كان نحمن في السابق أن يكون فيه لائحة نفس هذه لذلك هذه الأعمال التنفيذية الحكومية يجب أن تتسق مع العمل البرلماني ويعتقد أن العمل مشترك الهم واحد وإذا أخل أو تراجع أو تردد أحد من فريق الحكومي يجب أن يكون أو يملك القرار دون أي حياء لأنه وصحة الكويت أبدأ من أي اسم موجود بإبعاده وتبديله أي أن كانت الشبهة عليه أي أن كان ملف الفساد أي أن كان التخاذل أو حتى قل الدبرة فيجب أن يعد الفريقة وإحنا داعمين متى ما سمرت الحكومة في الإنجاز ترجمة نانسي قنقر